16 لابد أن نناقش الأمر مع الخبير الاقتصادي عبدالقادر مجدال سيدي بداية ما رأيك في الاقتراحات التي وضعها كل من واب اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان مع وزير مالي عبدالرحمن بن خلفه في الحقيقة أن هناك تخوف بادي من طرف الواب البرلمان فيما يتعلق بإمكاني التراجع الدولة عن سياسة الدعم وهذا من جهة ومن جهة ثانية هناك أيضا تخوف من أن تتغلب الوضعية الحالية التي تتسم بتراجع قدرات المالية بالنسبة للدولة بأن تدفع إلى خرق الصلاحيات التشريعية بالنسبة لبرلمان وبالتالي هذه التخوفات هي في الحقيقة موضوعة بشكل يحد نوعا ما من إقدام وزير المالية على التراجع عن بعض التخصيصات المالية التي كانت تعمل الحكومة على احترامها خلال صياغتها لقانون المالية في السنوات الماضية نعم سيدي المادة 71 أثارت الكثير من الجدل يعني ما الذي ستقدمه هذه المادة للاقتصاد الوطني في الحقيقة ما هو بادي أيضا كون أن السلطات العمومية الآن هي متخوفة من أي تطورات إضافية على مستوى المدخيل بالنسبة للخزينة العمومية حيث أن تريد أن تمارس نوع من المرونة في التدخل وتطلق إمكانية وزير المالية أن يتخذ الإجراءات اللازمة كخبير ولماذا؟ لأن وزارة المالية هي التي تضع الخبرة بالنسبة للحاجات التمويلية للقطاعات الاقتصادية وبالتالي عندما يسرح مثل هذا النوع من تدخل في صالح وزير المالية هناك تخوف من أن بعض القطاعات سوف تتأثر من هذا النوع من تدخل هل نواب البرلمان قاموا بدورهم؟ في الحقيقة نواب البرلمان كما قلت لديهم تخوفات بالنسبة لتوجه العام بالنسبة للحكومة لماذا؟ لأن الجزائر دأبت على أن تحترم اتجاه معين وهو تقديم الدعم للمواطنين بصورة عامة ولكن هذه المرة هناك اتجاه نحو تحديد من سوف يستفيد من مساعدة الدولة لماذا؟ لأن هناك إقرار بأن المداخل النفطية تراجعت فعليا ثم أن هذه المداخل النفطية لم تتراجع فقط لظرف معين وإنما هي مستمرة في التراجع ومستمرة في الاستقرار عند مساويات متدنية وهذا هو صلب التخوف بالنسبة للحكومة في أنها لا يمكنها أن تتحصل على الأموال اللازمة لتغطية الحاجات القطاعات الاقتصادية الوطنية وبالتالي ما هو ملاحظ؟ هو أن قانون المالي 2016 يشكل في الحقيقة مرحلة جديدة من توجه السياسة الاقتصادية بالنسبة للدولة لأول مرة منذ عشرة سنين فيها سابقة في الحقيقة في كون أن وزير المالية يطرح أفكار بعض الاقتصاديين على كل حال الاقتصاديون يقولون أن الدولة يجب أن تتدخل ولكن في صالح الفئات الضعيفة ولا يتم توزيع المساعدة على الجميع هذا من جهة ثانية قبل سنة كنا تابعنا تصريحات سيد الوزير الأول سيد عبد الملك سلال عندما كان يتحدث عندما سئل عن إبقاء على الدعم على أسعار المودة الطاقوية ماذا قال؟ قال بالحرف الواحد أن خفض الأسعار هو صيغة من صيغة توزيع الريع البترولي على الجزائريين ولا يمكن تراجع عنه هذا ما قالوا قبل تقريبا سنة من الآن اليوم هناك حقائق أخرى جعلت أن الحكومة تراجع عن هذا التوجه وتأخذ توجه آخر وهو توجه الذي يقول لا بد من البحث عن من يحتاج إلى المساعدة فعلا ونوصل له المساعدة فعلا في حين أن بقية المواطنين الذين لديهم إمكانية مالية عليهم أن يدفعوا الأسعار الحقيقية وإن كان حتى بهذه الزيادات نحن ما زلنا بعيدين عن الأسعار الحقيقية بالنسبة للمواطن الطاقوية مثلا نعم سيد مجدال فرض ضرائب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخفيض رسوم الجباية على المؤسسات الكبرى كيف تفسر هذه المعدلة؟ في الحقيقة أن المسألة في الجزائر مرتبطة بعدم ديناميكية السوق الوطنية فبمستويات الضريبة السابقة وبمستويات التكاليف السابقة لاحظنا كيف أن الجزائر تعاني الأمرين في أن تصل إلى تسجيل إنشاء عدد كبير أو العدد اللازم من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الوطنية هناك معاناة كبرى لماذا؟ لأن المسألة لا تتعلق بفقط المسألة الضريبة وإنما هي متتعلق بمحيط الاستثمار ككل هل هناك إمكانية لأن المؤسسة تدخل إلى السوق أم ليس هناك إمكانية دخول إلى السوق وعندما تدخل إلى السوق هل لديها إمكانية بأن تكبر من حيث الحجم داخل السوق أو ليس لديها هذه الإمكانية وبالتالي فمثل هذه المسائل هي التي تجعل أننا الآن نتساءل عندما ترتفع ضرائب على المؤسسة صغيرة المتوسطة فما هو مصير الإقدام على خلق المزيد من المؤسسات سيد عبد القادر بجدال معنا عبر الهاتف النايب البرلماني عن تكتل الجزيرة الخضرة السيد يوسف خلض معنا مباشرة عبر الهاتف أهلا بك معنا سيد يوسف خبابة أهلا لك ولي المستمعين والمشاهدين شكرا لك إذن قبل ساعات فقط من المصدقة على مشروع قانون المالية والميزانية لسانة الجديدة في بياني لكم كنتم قد تقدمتم به تهمتم اللجنة بالولاء لجهات خارجية عن البرلمان أكد جاء في البيان صحيح هو في الحقيقة بعد بسم الله الرحمن الرحيم أنه اللجنة في نهاية عملها للأسف الشديد تعرضت لضغوط شديدة ولسرعات شزبية من المصروف أنه تكون لجان البرلمان في منأ عنها لكن للأسف الشديد هو أن لجنة المالية فوتت فرصة كبيرة على النواب في تعديل ما تبقى من مواد مثيرة للجدل وكذلك من شأنها أن تصنع فارقا نوعيا في محتوى مشروع قانون المالية الذي تقدمت به الحكومة والمشروع النهائي بعد تعديله من قبل نواب البرلمان للأسف الشديد وقعت محاولات إعادة مواد ثم تعديلها وحسبها من قبل لجنة المالية خاصة ما تعلق بالمادة 71 بالإضافة إلى منع النواب من إمكانية تعديل بعض المواد المتعلقة برفع أشعار المواد الطاقوية والتي كلها أثر سيد يوسف خببة بحديثك فقط عن المواد هناك أيضا حسب بيانكم دائما جدل فيما يخص المادة 2 رفضت متعديلات الخاصة بها والتي بموجبها يتم تنازل الدولة عن حقوق المالية للشعب على شكل ضرائب يقوم بدفعها رجال المال الخزينة العمومية فيما يخص المادة 2 هذه أكبر من أكبر المواد التي أثارت الجدل وتسألنا الحكومة عن جدوى وجود هذه المادة أصلا في مشروع القانون بالإضافة إلى أن من جهة الحكومة تتوجه إلى جيوب المواطنين لإيجاد موارد مالية جديدة وبالمقابل تعفي مستثمرين من مبالغ مالية هائلة كانت قد قدمتها لهم على شكل تسبقات وإعشاءات ومتيازات ضريبية وجمهوركية هذه المادة كانت محل إجمع تقريبا من قبل كل نواب المعارضة وحتى نواب الموالات في الأسف الشديد كذلك تحت الضغط والإملاء الخارجي والعمل الموازي للبرلمان للأسف الشديد تم إعادة هذه المادة بتعديل معناه بموجبه سمح نواب الأغلبية للمستثمرين حوالي 70% من المستحقات سيد يوسف خبابة باختصار فقط من فضلك عرشتم في بيانكم أيضا أنكم لن تتحملوا عواقب ما ستقول إليه أوضاع البلاد مستقبل ننتجة ما يعد من قرارات خطيرة هل أن نعرف هذه القرارات الخطيرة التي تقدمتم بها وتحدثتم عنها في بيانكم تفضل هي في الحقيقة أهم هذه النقاط الأساسية الصعبة والخطيرة التي ستواجهها المجتمع المستقبل هو هذا الارتفاع المفرد لأسعار المواد سواء ما تعلق بالمواد التي تم رفع سعرها مباشرة في مشروع القانون أو التي ستتأثر برفع أسعار مواد الطاقة في البيزين والمازوث والكهرباء إلى غير ذلك فكل الخدمات وأسعار المواد المنتجة محليا ستتأثر مباشرة بارتفاع هذه الأسعار ونحن تسأل لماذا لم تحضر نفسها الحكومة لهذا التحول منذ وقت سائف يعني الحكومة تسير في الولايات وتوزع الأموال لشراء السلم الاجتماعي وللتحضير الانتخابات إلى غير ذلك اليوم رفع الأسعار بهذه الطريقة المفاجئة والشاملة لجملة من المواد وخاصة ما تعلق بمواد الطاقة وصلت الرسالة سيد يوسف خبابة شكرا جزيلا لك كنت معنا مباشرة عبر الهاتف نايبل برلماني عن تكتل الجزائر الخضراء يوسف خبابة شكرا جزيلا لك سيد عبدالقادر مجدالة كيد أنك استمعت لما تحدث عنه سيد يوسف خبابة نايبل برلماني عن تكتل الجزائر الخضراء هناك جدل أيضا فيما يخص المادة اثنين أكيد أنك تلت على محتواها أنهم رفضوا التعديلات الخاصة بها والتي بموجبها سيتم تنازل الدولة عن حقوق المالية للشعب على شكل ضرائب يدفعها رجال المال للخزينة العموبية وفي الحقيقة أن التوجهات بالنسبة للحكومة لحد الآن أنا استمعت إلى تدخلات سيد وزير المالية هو يقوم الآن بعمل استهداف يريد استهداف شرائح عند تقديم المساعدة ويستهدف شرائح أخرى عند جباية الضرائب عند جباية الضرائب وتحصيل الضريبة فالإشكال لا يطرح في الفكرة في حد ذاتها وإنما يطرح في إمكانية تطبيق ما تود الحكومة الوصول إليه بحيث أن نحن نتسأل ما مدى إمكانية الحكومة أن تصل إلى الأهداف المتوخات وهي بلوغ مستوى من العدالة في تطبيق المستويات الضريبة الجديدة ثم نستمع أيضا إلى كون أن هناك إعفاءات تقدم للمستثمرين هذه الإعفاءات التي تقدم للمستثمرين لا بد منها لأنها تدخل في إطار تطبيق قانون الاستثمار الذي يحث السلطات العمومية على تسهيل الولوج إلى السوق بالنسبة للمستثمرين الجدد هذا من جهة من جهة ثانية هناك المؤسسات التي هي في حاجة إلى التوسيع وفي حاجة إلى تجديد قدرتها الإنتاجية فهي أيضا في حاجة إلى مساعدة مباشرة من طرف الدولة وبالتالي فتخفيض الضرائب على المستثمرين شيء أساسي سيد عبدالله نمر إلى نقطة مهمة تفضل يعني سيد كخبير اقتصادي قانون المالية لسنة 2016 خصوصا في الوقت الرهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني هل يعتبر بقانون الأزمة؟ في الحقيقة أنه قانون ليس قانون الأزمة وإنما قانون بداية الأزمة بداية الأزمة بداية الأزمة لماذا؟ لأن الآن تطرح لأول مرة إمكانية التخلي عن تقديم الدعم لكل المستهلكين في السوق الوطنية بدون استثناء وهذا يدل على أن هناك اتجاه نحو النوع من الرشادة في استخدام الأموال العمومية هذا مهم جدا ثانيا في كل بلدان العالم فالمساعدات لا تقدم بصورة عشوائية وإنما تقدم للأطراف أو للشرائح من المجتمع التي هي ضعيفة وهنا نتسأل عن مدى إمكانية الحكومة أن تصل فعليا إلى هؤلاء وتحددهم منهم وتوصل لهم المساعدة فعليا لماذا؟ لأن لحد الآن تجربة في مناسبات أخرى وبكيفية أخرى لم تنجح في حق الحكومة بأن توصل المساعدة بل حدث تسرب لهذه المساعدات طيب سيد عبدالقادر مجدال ربما سؤال الأخير مجلس أنواب طرح فكرة اختيار بين جواز الصفر ردو 28 صفحة إلى 50 صفحة مع دفع هامش الفرق وهو 12 ألف دينار بدل 6 ألف دينار كيف تعلق على هذه النقطة؟ هي عملية حسابية يبدو هي عملية حسابية وبالتالي فكلما كانت العملية تحتاج إلى المزيد من الأموال وعلى ما يبدو ذلك ما سيعصل هناك بعض المواطنين يعتبروا بأن مبلغ 12 ألف دينار من أجل مستحقات أوراق الجواز الصفر بالفعل ولكن بالنسبة للسفر إلى الخارج فهذه المسألة هي مسألات تبقى مرتبطة بحاجيات بعض المواطنين الذين هم في حاجة فعلين للخروج إلى بلدان أخرى سواء من السياحة تخدم أرباب العمل أكثر أو تخدم الرجال الأعمال الذين يسافرون كثيرا ليس بالشعب الجزائري لا بالنسبة المواطن البسيط في الحقيقة هنا لديه اختيارات إختيارات إذا كان الجواز الصفر تكلفته مرتفعة ففي الحقيقة أن مده الزمن الآن أصبح عشر سنوات وبتالي فيمكن تقليل على كل حال التكلفة السنوية بالنسبة لي استخدام شكرا لك جزيلا الخبير الاقتصادي عبد القادر مجدر على كل هذه التوضيحات عودة لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك